يقول فضيلة الشيخ بفقكم الله من كان مريضا بمرض الفشل الكلوي فيصوم رمضان فيصوم بعض أيام رمضان فأيام الغسيل يفطف بسبب الغسيل سؤال هل يجب عليه هل يش يقول من كان مريضا بمرض الفشل الكلوي نعم فيصوم بعض أيام رمضان دون بعض حيث إنه يفطف في أيام الغسيل نعم فهل يجب عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها أم أنه يفدي مباشرة أم أنه يفدي يقول يفرج طعام ويكفي ذلك دون قضاء لا 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 يكفي القضاء لابد منه إذا كان يستطيع ولو تأخر ولو تأخر القضاء يأخرها إلى الأيام التي يقدر فيها على الصيام ولو متفرقة سومها ولو متفرقة أو متأخرة ما في باسه إنما الإطعام إذا تعذر القضاء مطلقة لا في الحال ولا في المستفى إذا تعذر القضاء يطعم نعم